اشتركوا في القناة لكن قبل كل شيء يجب ان نتعرف على البشرة وعلى مكوناتها لمعرفة العناصر التي تتأثر بمرور الوقت وكيف يمكن تصحيحها البشرة او الجلد هو اكبر عضو في الجسد يغطي كامل الجسم ويحميه من العناصر البيئية الضارة مثل درجات الحرارة الساخنة والجراثيم الجلد مهم للعديد من وظائف الجسم حيث يحمي الجسم من الحرارة والبرودة واشعات الشمس والاصابات والالتهابات يتحكم في درجة حرارة الجسم يمنع فقدان السوائل والاملاح يزيل الفضلات من الجسم عن طريق الغدد العراقية يتميز بحاسة اللمس التي تسمح بالتعرف على درجة الحرارة والالم والضغط ويساعد على صنع فيتامين دي يتكون الجلد من ثلاث طبقات اولا طبقة البشرة هي الطبقة الخارجية التي يمكن لمسها وهي طبقة رقيقة ومقاومة تحمي الجسم وتعطيه اللون وتسمح بتجديد خلايا الجلد تتكون البشرة بدورها من عدة خلايا هي اولا الخلايا الحرشفية وهي خلايا مستوية تشكل الجزء الخارج من البشرة تنشأ من خلايا الكيراتينوسيد التي يتم انتاجها من طرف الخلايا القاعدية الداخلية للبشرة والتي تحتوي على بروتين مقاوم يسمى الكيراتين تخضع خلايا الكيراتينوسيد لعدة تغيرات حيث تصبح اكبر ومستوية وتلتصف ببعضها البعض مشكلة الخلايا الحرشفية الخلايا الحرشفية الميتة على سطح البشرة تفصل باستمرار لكي تعوض باخرى جديدة ثانيا الخلايا القاعدية وهي خلايا دائرية موجودة في الجزء العميق من البشرة تنقسم باستمرار حيث تنتج خلايا جديدة تدفع الخلايا القديمة نحو سطح البشرة مشكلة خلايا كيراتينوسيد ناضجة وخلايا حرشفية خارجية ثالثا خلايا الميلانوسيد وهي خلايا توجد في الجزء العميق من البشرة مع الخلايا القاعدية تنتج الميلانين وهي سبغة تعطي اللون الخاص للبشرة وتحمي الجسم من بعض الاثار الضارة للشمس عندما يتعرض الجلد للاشعة فوق البنفسجية خلايا الميلانوسيد تنتج كمية اكبر من سبغة الميلانين ما يجعل البشرة اكثر صمرة الفائض من سبغة الميلانين يحول الى خلايا الكيراتينوسيد لحمايتها من الاشعاء فوق البنفسجية الضارة سبغة الميلانين تتأثر ايضا بالتركيب الجيني للشخص الاشخاص ذو البشرة الفاتحة او الشاحبة ينتجون سبغة الميلانين اقل وبذلك هم معرضون اكثر لاظرار الشمس من الاشخاص الاخرين الاشخاص ذو البشرة الداكنة محميون اكثر لان خلايا الميلانوسيد لديهم نشطة وتنتج سبغة الميلانين بكمية اكبر رابعا خلايا اللانجرهانس تساعد على الاستجابة المناعية ثانيا طبقة الادمة هي الطبقة الاكثر سمكا توجد تحت البشرة تحتوي على بروتينات الكولاجين والالاستين التي تعطي للجلد القوة والصلابة التمدد والمرونة تتكون الادمة من الاوعية الدموية التي تمد البشرة بالاكسجين والعناصر الغذائية الضرورية الاوعية اللنفوية التي تساعد على مكافحة الميكروبات بصيلات الشعر الغدد العراقية التي تمتج العراق لتنظيم حرارة الجسم الغدد الدهنية التي تمتج الزهم للحفاظ على نعومة البشرة والشعر ونهايات عصبية تساعد على حاسة اللمس ثالثا طبقة نسيج تحت جلدي وهي الطبقة الاكثر عمقا في الجلد توجد تحت الادمة تتكون هذه الطبقة اساسا من النسيج الدهني تساعد على الحفاظ على حرارة الجسم وحماية الاعضاء الداخلية والانسيج الحساسة من الاصابات مثل بقية الجسم يخضع الجلد لتأثيرات الزمن تؤدي هذه التأثيرات الى مجموعة كاملة من الظواهر التي تبدأ في وقت ابكر مما نعتقد حيث يفقد الجلد بريقه وتماسكه تدريجيا ثم يترهل وتظهر التجاعد ثم تزداد عمقا لكن ورغم هذا فان الجلد يتأثر ايضا وبشدة باسلوب حياتنا والطريقة التي نعتني بها ببشرتنا بشكل يومي الجلد عضو في حالة تجديد مستمر تماما مثل العظام تموت خلايا الجلد وتجدد نفسها كل يوم اثناء ادائها الطبيعي تجدد خلايا الجلد نفسها كل 28 يوما في 50 دورة كحد اقصى لكن مع تقدم عمر الجلد يتباط معدل دوران خلايا الجلد ويمكن ان يستغرق وقتا اطول من 30 يوما كما يمكن ان تتراكم الخلايا الاقدم بعد ذلك وتعطي انطباعا ببشرة باهتة وجلد سميك تتناقص خلايا الميلانوسيت وتلعب الغدد الدهنية دورا اقل من السابق مما يحكس جفاف الجلد الذي غالبا ما يكون اول اعراض شيخوخة البشرة اذا لم يتم تصحيح الجفاف ان التجاعد ستترك بصاماتها على الجلد بسهولة اكبر خاصة وان الجلد يصبح ارقق في الوقت نفسه تظهر تغيرات على الادما حيث تنخفض مستويات الكولاجين والالاستين وحمض الهيالورونيك المسؤولة عن فقدانها لليونتها واسترخائها الذي يؤدي بدوره الى ذوابان الانسجة الدهنية والعضلية التي لم تعد تلعب دورها الدائم فيتغير حجم ومظهر الوجه تدريجيا بينما تتعمق التجاعيد بالرغم من انه غير ملحوظ لكن تبدأ عملية شيخوخة الجلد في العشرينات من العمر وابتداء من سن الثلاثين يمكن ان تظهر اول علامات الشيخوخة في شكل خطوط رفيعة من علامات شيخوخة الجلد اولا جفاف البشرة ناتج عن تراجع في وظيفة الغداد الدهنية التي تنتج الزهم بنسبة اقل وعن تراكم الخلايا الميتة على سطح البشرة يؤدي جفاف البشرة الى ظهور التجاعيد في وقت ابكر ثم تتعمق هذه التجاعيد شيئا فشيئا ثانيا البقع والتسبغات وهي عبارة عن بقع داكنا تصيب الوجه واليدين خاصة ناتجة عن تعرضها لاشعة الشمس حيث تنتج خلايا الميلانوسي سبغة الميلانين بكمية اكبر لحماية البشرة ومع مرور الزمان تتراكم هذه السبغة في شكل بقع ثالثا ترحل الجلد وهو ناتج عن نخص الكولاجين وحمب الهيالورونيك والإيراستين مع ضحف النسيج الدهني وعضلات الوجه رابعا التجاعيد عندما نفكر في شيخوخة الجلد نفكر في التجاعيد وهي فعلا ابرز مظاير شيخوخة البشرة ونتيجة لكل ما سبق تفقد البشرة اشراقتها ومرونتها رغم ان شيخوخة الجلد هي عملية طبيعية الا ان هناك عوامل داخلية وخارجية تسرع هذه العملية شيخوخة الجلد متعلقة بتغيير أليات إصلاح وصيانة الخلايا التي يتم تجديدها من ناحية بالساعة البيولوجية الفردية المبرمجة وراثيا ومن ناحية أخرى بقدرات مقاومة الخلية للأضرار التأكسودية التي تسببها الجذور الحرة التي تحتبر مواد سامة تسبب الشيخوخة وأمراض أخرى أخطرها السرطان الساعة البيولوجية الفردية تتمثل في الكروموزومات التي تحمل التراث الجيني لكل فرد حيث تقصر هذه الكروموزومات مع كل انقسام خلوي إلى أن تصبح قصيرة جدا فتتوقف الخلايا عن الانقسام وتدخل في مرحلة الشيخوخة لكن بعض العوامل الخارجية تسرع عملية تقصير الكروموزومات وبالتالي تسرع الشيخوخة الخلوية بشكل غير مباشر كالتدخيل الإجهاد والتوتر إن مصدر الطاقة في الخلية يدعى الميتوكوندري الهجوم على الخلية من طرف الجذور الحرة السامة تؤدي إلى تغيرات في الميتوكوندري ما يؤدي إلى انخفاض في الطاقة الحيوية الخلوية قدرة الميتوكوندري على مقاومة الجذور الحرة تحدد أيضا وراثيا وتتطور مع تقدم العمر بحسب كل فرد عامل نمو البشرة عبارة عن بروتين طبيعي موجود في هيولة خلايا البشرة يعمل كرسول بين الخلايا لتحفيز نمو وتمايز خلايا البشرة وتحفيز خلايا الفيبروبلاست على إنتاج الكولاجين والإلاستين من أجل تكثيف وثبات الجلد مع التقدم في العمر وابتداء من سن الثلاثين يتناقص عامل نمو البشرة بيؤدي إلى تباطئ في عملية تجديد الخلايا وانخفاض في إنتاج الكولاجين والإلاستين وبالتالي ظهور علامات شيخوخة البشرة تلعب العديد من الهرمونات مثل هرمونات الغدى الدرقية والهرمونات التناسلية دورا مهما في نمو البشرة ومظهرها وانخفاض في هذه الهرمونات مع مرور الوقت له تأثير كبير على شيخوخة الجلد دور البيئة لا يقل أهمية عن الدور الفيزيولوجي في شيخوخة الجلد من الضروري تجنب العوامل البيئية قدر الإمكان خاصة الشمس التدخين التلوث مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن وحياة صحية بشكل عام التعرض المفرد لأشعة الشمس يسبب شيخوخة الجلد نتيجة الامتصاص خلايا الجلد للفطونات الصادرة عن الأشعة فوق البنفسجية ما يسبب ضررا للحمض النووي الخلوي إما بطريقة مباشرة عن طريق الأشعة فوق البنفسجية فئة B التي تسبب حروق في البشرة وأمراض جلدية أخرى كالسرطان ورغم هذا فإن الأشعة فوق البنفسجية فئة A هي السبب الرئيسي لشيخوخة الجلد المبكر حيث تدمر الحمض النووي الخلوي لكن بطريقة غير مباشرة عن طريق تكوين الجذور الحرة وهذه الأخيرة هي التي تلحق الضرر بالحمض النووي في عملية تسمى الإجهاد التأكسدي الأشعة فوق البنفسجية فئة A تخترق الجلد بعمق إلى غاية طبقة الأدمى وهي موجودة طوال السنة حتى في الأيام الغير مشمسة على عكس الأشعة فوق البنفسجية فئة B التي تخترق طبقة البشرة فقط وهي متواجدة في الأيام المشمسة فقط لذلك يجب تطبيق كريم الحماية واسعة طيف كل ساعتين وطوال السنة يعد التدخين عدوا آخر للبشرة وضار مثل الشمس تقريبا المنتجات السامة الموجودة في السجائر تؤدي إلى تدهور الهياكل الأساسية للأدمى خاصة حمض الهيالورونيك وتتسبب في إنتاج إلاستين سيئ يلعب تلوث الجو دورا في تسريح شيخوخة الجلد عن طريق تقليل نظام الدفاع المناعي وتقليل ترطيب البشرة وتقشيرها يسبب الإجهاد التأكسودي شيخوخة البشرة عن طريق إنتاج الشوارد الحرة التي تدمر الخلايا والحمض النووي يعتبر جفاف البشرة عاملا مهما في ظهور التجاعيد البشرة التي تتقدم في العمر دون ترطيب تذبل لأن الأنسجة الداعمى لها تحت الأدمى لم تعد مرنى وكلما زاد جفاف البشرة كلما أصبحت التجاعيد أكثر وضوحا غالبا ما تسمى هذه التجاعيد خطوط التعبير لأنه كلما تقدمنا في السن كلما تقلصت عضلاتنا واضطرت إلى الإنقباض بشكل أكثر كثافة للحصول على نفس نتيجة تعبير الوجه جفاف الجلد وضموره مع مرور الوقت وتدهور بنيته الأساسية بالإضافة إلى تقلص عضلات الوجه المتكررة عدة مرات في اليوم تسحب الجلد وتشكل التجاعيد تظهر هذه التجاعيد بشكل أكبر في مناطق ذات جلد أرقق وتقلص عضلي أكبر كالجبهة والطيات الأنفية الشفاوية والعينين وعلى أسطح الجلد التي لا تستخدمها عضلات التعبير كالخد وخط العنق كما تظهر بسبب وضعيات النوم السيئة ما يسمى بتجاعيد النوم يمكن أن تظهر هذه التجاعيد حتى قبل سن الثلاثين مهما كان نوع البشرة يتكون الجلد من حوالي 70% ماء هذه الكمية الكبيرة تضمن راحة البشرة وجمالها وتكاملها وهو محمي بقوة بواسطة حاجز الجلد الذي يتكون من الجلد الميت والدهون خاصة الزهم بحيث يشكل طبق هيدروليبيدية انسدادية على البشرة تمنع فقدان الماء غير المحسوس أي فقدان طبيعي للماء الموجود في الجلد وتحميه من الهجمات الخارجية كالبكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض والمواد المسببة للحساسية ومع ذلك فإن هذه الطبقة الهيدروليبيدية ليست منيعة فالهجمات البيئية كالأشعة فوق البنفسجية والرياح والبرد والتلوث وغيرها بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية وشيخوخة الجلد واستخدام علاجات التجميل العدوانية وبعض الأدوية كلها لها تأثير على إضعاف حاجز الجلد وبالتالي لا يعود يؤدي دوره كدرع منيع أو تؤدي إلى إزالته تماما مما يترك الجلد مكشوف وضعيف والماء الموجود في الجلد يتبخر شيئا فشيئا ومع ضغف الترطيب سينتهي الأمر ببشرة جافة تماما ولن يستغرق الوقت طويلا قبل أن تظهر تجايد الجفاف على الجبين حول الفم وحول العينين لكن الخبر الجيد أن تجايد الجفاف هذه قابلة للإصلاح عن طريق إعطاء البشرة ما تحتاجه من ترطيب جيد سواء علامات التعب أو الجفاف أو الشيخوخة منطقة العينين هي دائما أول من يعاني من هذه العلامات لكن لماذا؟ الجلد حول العينين أرقق بكثير من أي مكان آخر سمكه حوالي 0.04 مم مقارنة ب1 إلى 1.6 مم في بقية الوجه كما أن الأدمان التي تحتوي على الكولاجين والإلاستين وحمض الهيلورونيك تكون أرقق حول العينين لأنها تحتوي على عدد أقل من الغدد الدهنية مقارنة ببقية الوجه الغدد الدهنية هي التي تنتج الزهم وهو المكون الأكبر للطبقة الهيدروليبيدية الضرورية لسلامة حاجز الجلد وضمان الترطيب الجيد للبشرة لذلك فإن حاجز الجلد يكون بطبيعته أكثر حشاشة حول العينين وتكون هذه المنطقة معرضة للجفاف عند النظر إلى اليمين أو اليسار أو الابتسام وتوسع العينين عدة مرات في اليوم يتم استخدام حوالي 20 عضلة باستمرار طوال اليوم نهيك عن ترفرف الرموش حيث ترمش العين حوالي 15 مرة في الدقيقة والحساب يتزايد بسرعة على مدار اليوم ليس من السهل التمييز بين البشرة الجافة بطبيعتها والبشرة المجففة أي التي تعرضت للجفاف عندما يصبح الجلد مشدودا وخشنا نعتقد على الفور أن لدينا بشرة جافة ومع ذلك من الممكن أن تكون تعاني من الجفاف المؤقت فقط بشرة جافة بطبيعتها أو مجففة في كلا الحالتين نشعر ببشرة مشدودة وحكة وتقشير لكن في البشرة المجففة تكون هذه الأعراض مؤقتة لأنها ناتجة عن فقدان الماء بينما في البشرة الجافة طبيعيا فهي دائما لأنها ناتجة عن قلة إنتاج الدهون من طرف الغداد الدهنية لذلك فمن المهم التمييز بين البشرة الجافة والبشرة المجففة لإحتماد الترطيب اليومي المناسب البشرة الجافة هي نوع من أنواع البشرة في حد ذاتها مثل البشرة الدهنية والبشرة المختلطة لذلك لا يمكن تغيير خصائصها لكن يجب أن نقدم لها الرعاية المناسبة للحفاظ عليها وتعزيز إشراقتها عراض البشرة الجافة متنوعة ودائمة غير مريحة ومرئية تتمثل في إحساس دائم بشد وحكة وتقشير ما يعرف باسم جلد التمساح جفاف واضح ووجه أكثر عرضة لشيخوخة الجلد إن يكون لديك بشرة جافة أو دهنية أو مختلطة يعتمد على شيء واحد وهو نشاط الغدد الدهنية الموجودة في الأدمة والتي تنتج الزهم الذي يكون الحاجز الهيدروليبيدي الذي يحمي بدوره البشرة من الجفاف والاحتداءات الخارجية في البشرة الجافة تعمل هذه الغدد الدهنية بصورة بطيئة ولا تنتج ما يكفي من الزهم لضمان فعاليات الحاجز الهيدروليبيدي للجلد النتيجة تجف البشرة بسرعة كبيرة وتتعرض لبعض الهجمات البيئية والمواد المسببة للحساسية بالإضافة إلى الانزعاج الذي تشعر به بسبب الجفاف أولا الجينات حيث أن لون البشرة وترطيبها وليونتها وكل شيء يتعلق بها مكتوب في التراث الجيني للشخص منذ ولادته أنيا التغيرات الهرمونية أثناء المراهقة الحمل وانقطاع الطمث ثالثا شيخوخة الجلد حيث مع تقدم العمر كل أنواع البشرة معرضة للجفاف على عكس البشرة الجفاف إن الجفاف في البشرة المجففة يكون حالة مؤقتة يمكن أن تصيب جميع أنواع البشرة مهما كانت طبيعتها فيصبح لدينا مثلا بشرة دهنية مجففة أو بشرة مختلطة مجففة هناك عدة علامات يمكن أن تكشف عن جفاف البشرة مثل الشد، الوخز وقلة المرونة، الشعور بعدم الراحة، ظهور خطوط الجفاف بشكل خاص في زوايا العين حتى قبل سن الثلاثين تجف البشرة عندما يضعف الحاجز الهيدروليبيدي للجلد ولم يعد يؤدي دوره كدرع لحماية البشرة من الجفاف والعوامل الخارجية ويعود ذلك لأسباب داخلية وخارجية هي تؤدي الهجمات البيئية مثل الرياح والبرد والتلوث والأشعة فوق البنفسجية ومكيف الهواء والتدفئة إلى إضعاف حاجز الجلد الهيدروليبيدي بالإضافة إلى مستحضرات التجميل العدوانية للبشرة والصابونات المنظفة التي لا تحترم سلامة حاجز الجلد الهيدروليبيدي يمكن لبعض الأدوية أن تؤدي إلى اختلال توازن إنتاج الزهم وبالتالي جفاف البشرة حتى الدهنية يزويدنا الغذاء بالعناصر الضرورية لحسن سير عمل الجلد وبالتالي اتباع نظام غذائي غير متوازن يمكن أن يسبب جفاف البشرة تناول أطباق شديدة ملوحة وغنية بالأحماض الدهنية المعالجة يسبب جفاف عمل الجسم وبالتالي جفاف البشرة التوتر وقلة النوم يمكن أن يسبب جفاف البشرة شيخوخة البشرة عملية طبيعية لا يمكن تجنبها لكن يمكن تأخيرها سوف نكشف معاً خمسة أسرار سحرية من شأنها أن تؤخر عملية شيخوخة البشرة وتحافظ على شبابها وإشراقتها احتمديهم معاً كروتين يومي ولاحظ الفرق تهدف هذه التقنية إلى تحفيز خلايا الجلد عن طريق إحداث العديد من الجروح الدقيقة غير المؤلمة في الأدمة باستخدام جهاز مزود بإبر دقيقة سوف تحفز هذه الجروح الدقيقة خلايا الأدمة على إطلاق عملية الشفاء وإطلاق الكولاجين والإلستين التي تساعد على شد البشرة ومرونتها وتجديد الخلايا كما تسمح هذه التقنية بتوفير كمية أكبر من الأكسجين عن طريق زيادة تدفق الدم في الأواية الدموية الدقيقة في هذا الموضع من الجلد جهاز الوخص بالإبر الدقيقة هو جهاز مكون من مقبض في نهايته أسطوانة مزودة بحوالي 500 إبر دقيقة يتم استخدامه عن طريق دحرجة الأسطوانة بلطف على الجلد أثناء القيام بحركات رأسية وأفقية ثم قطرية أي مائلة لكي يكون الإجراء فعالا دون أن يكون عدائيا للغاية يوصى بتنفيذ عشر تمريرات لكل منطقة معالجة حيث تختبر رحلة واحدة ذهابا وأيابا بمثابة تمريرتين تستخدم تقنية الوخص بالإبر الدقيقة كل ثلاث إلى أربع أسابيع لإعطاء الوقت الكافي للخلايا على الشفاء والتجديد يمكن أن تستخدم هذه التقنية على كامل الجسم لعلاج السيلوليت وعلامات تمدد الجلد كما يمكن أن تستخدم على فروة الرأس لتحفيز بصيلات الشعر من أجل علاج تساقط الشعر تستخدم تقنية الوخص بالإبر الدقيقة لترطيب البشرة تقليل التجاعد إعادة شد البشرة، تحسين مظهر تجاعد الخدود، علاج المسام الواسعة، محاربة تراهل الجلد، تحسين مظهر البقعة الداكنة، استعادة بشرة جميلة، علاج البشرة الدهنية، إزالة الرؤوس السوداء، وعلاج حب الشباب الأضرار الجانبية لتقنية الوخص بالإبر الدقيقة تتمثل في إحمرار الوجه، حساسية البشرة لمدة 24 إلى 48 ساعة، تقشير خفيف للبشرة أثناء عملية الشفاء لكن هذا طبيعي ولا يستدعي القلاق وسيزول بعد بضعة أيام كما سيزول معه أعراض كثيرة لشيخوخة الجلد لا يجب استخدام تقنية الوخص بالإبر الدقيقة في حالة حب الشباب الملتهب والمتهيج تناول أدوية مضادة لتخثر عدوى جلدية فيروسية أو بكتيرية في حالة تهيج البشرة وأثناء الحمل لأنه تطرأ تغيرات فيزيولوجية عند المرأة تغير من استجابتها لبعض أدوات التجميل والعناية بالبشرة يجب تطبيق طريقة الوخص بالإبر الدقيقة على بشرة نظيفة وخالية من مستحضرات التجميل يجب تمرير جهاز الوخص بالإبر الدقيقة على الوجه أفقيا وعموديا وبخط مائل عشر تمريرات لكل منطقة من الوجه في كل مرة بعد جلسة الوخص بالإبر الدقيقة تعاني المنطقة المعالجة من إحمرار وحساسية لذلك يجب تطبيق مس المهدئ ومرطب فقط يجب الحماية من أشعة الشمس في الأيام التالية للاستخدام يجب تجنب جميع مصادر الحرارة خلال 24 ساعة القادمة كالشمس، الحمام التقليدي، الساونة، حمام السباحة وبعد الانتهاء يجب تحقيم الجهاز بسائل كحول طريقة حجامة الوجه هي طريقة قديمة كانت تستخدم منذ العصور القديمة في الطب النبوي والطب الصيني وقد تم استحداثها مؤخرا في مجال التجميل تتمثل في وضع أكواب شفط صغيرة على الوجه ثم تحريكها على الجلد تسبب المادة الناعمة للأكواب تأثير شفط متحكم فيه مما يؤدي إلى تمديد الجلد في نفس الوقت الذي تمدد فيه العضلات حجامة الوجه تختلف عن حجامة الجسم في أنها أشبه بالتدليك وأكواب الشفط الخاصة بحجامة الوجه مصنوعة من السيليكون وليس من الزجاج أكواب الشفط المستخدمة لحجامة الوجه تكون أسطوانية ومصنوعة من مادة السيليكون بأحجام مختلفة كبيرة متوسطة وسغيرة لتتناسب مع مناطق الوجه المراد علاجها الأصغر حجما تستخدم للمنطقة الموجودة تحت الحاجبين وحول العينين وعلى الشفاء والمتوسطة الحجم تستخدم على الخدود والأكبر حجما تستخدم على الجسم للحصول على أفضل النتائج يستحسن احتماد حجامة الوجه ثلاث جلسات في الأسبوع على الأقل لمدة عشر إلى خمسة عشر دقيقة لكل جلسة يفضل استخدام حجامة الوجه في المساء من أجل السماح لأي علامات حمراء بالاختفاق أثناء الليل حيث تتم عملية تجديد الخلايا بأقصى سرعة كما أن استخدام الزيت الدهني ملائم أكثر في المساء تعمل حجامة الوجه على تنشيط عضلات الوجه وتقويتها تساعد على تخفيف توطر الوجه تساعد على تعزيز الدورة الدموية والتصريف اللنفاوي تحفز الخلايا المسؤولة عن إنتاج ألياف الكولوجين والإلاستين الضرورية لمرونة وشد الوجه وبالتالي فإن حجامة الوجه يمكن أن تمحو علامات مهينة من التعب تساعد على مكافحة التجايد واستعادة الشكل البيضاوي للوجه كل ذلك بينما تمنحك بشرة أكثر ليونة وإشراقا يمكن أن تترك كؤوس حجامة الوجه علامة شفط على الوجه إذا تم تركها مدة طويلة على الجلد دون تحريكها لا يجب استخدام حجامة الوجه عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية تمنع الدم من التخصر الطبيعي وفي حالة جروح مفتوحة أو بشرة ملتهبة أو بصور الحمع من أجل تطبيق حجامة الوجه يجب قبل كل شيء تنظيف الوجه جيدا وتجفيفه بلطف ثم ترطيب البشرة بعد ذلك بسخاء بتركيبة زيتية من الأفضل استخدام زيت للوجه يسمح للأكواب بالإنزلاق بسهولة على الجلد لمنع ظهور علامات الشفط لاستخدام أكواب الشفط لحجامة الوجه يجب الضغط عليها بين الإبهام والسبابات ثم وضعها على الوجه مع رفع الأصابع عن الأكواب هذا سيولد إحساس بشفط طفيف للجلد مرر الأكواب بعد ذلك بطريقة أفقية على الوجه كرر هذه العملية خمس مرات لكل منطقة من الجلد يعرف الكثير يوجل جسم التي تحتمد على بعض الحركات لشد عضلات الجسم كذلك هناك يوجل وجه وهي عبارة عن رياضة تتضمن سلسلة من الحركات والتمددات المحددة لاستهداف عضلات الوجه والرقبة وأعلى الصدر تبدو هذه الحركات سخيفة لكنها تحفز الدورة الدموية وتريح أو تقوي عضلات معينة تحفيز الدورة الدموية يسمح بإمداد أفضل بالعناصر الغذائية وتجديد أفضل للخلايا ينشط الكولوجين والإلستين ويحفز الجهاز اللنفاوي الذي يسمح بإزالة السموم من الخلايا كما يفيد في تجنب انتفاخ وتورم الوجه هذه الحركات الصغيرة تكون مصحوبة دائما بالتنفس العميق المريح والمفيد للصحة بالرياضة يستطيع أي شخص تغيير جسمه والحصول على جسم مشدود وعضلات قوية كذلك الهدف من يوغا الوجه هي عبارة عن تمارين رياضية تسمح بتحسين مظهر الوجه والحصول على بشرة مشدودة وتجعيد أقل يوغا الوجه لا تمنع شيخوخة البشرة لأنها أمر طبيعي لكن الأكيد أنها تؤخرها للظهور بمظهر أكثر شبابا وإشراقا للحصول على نتائج أفضل والمحافظة على شباب البشرة لمدة أطوال يجب القيام بهذه التمارين ابتداء من سن الثلاثين أما إذا ظهرت التجعيد فيجب القيام إلى جانب يوغا الوجه بتدليف الوجه لأنه أكثر فعالية على التجعيد بعض التمارين تهدف إلى إراحة العضلات التي تستخدم كثيرا وبالتالي تكون مشنجة وتسبب التجعيد مثل تجعيد الأسد وتمارين أخرى تهدف إلى شد العضلات المترحلة مثل عضلات الرقبة والخدود تجمع يوغا الوجه المضاد للتجعيد بين التدليك الذاتي والضغط الإباري على الجلد لتعزيز إنتاج الكولاجين تمارين التنفس التي تهدف إلى التخلص من التوتر ولمشاعر السلبية المسؤولة عن بعض خطوط التعبير تمارين لشد أو ارتخاء بعض العضلات تقليديا تتم ممارسة يوغا الوجه من خلال الضغط على نقاط طاقة محددة موجودة على الجلد حيث يمكن تحفيز هذه المناطق بالأصابع أو اليدين لكن يمكن أيضا استخدام واحد أو أكثر من ملحقات التدليك هذه تساعد يوغا الوجه على إنتاج الكولاجين عن طريق التدليك الذاتي تساعد على تجديد الخلايا تحفز الدورة الدموية الدقيقة في مختلف طبقات الجلد تحارب ظهور تجعيد الأسد وخطوط تجعيد حول العينين تقوي وتشد محيط الوجه تعيد امتلاء الشفاة وتمسح الابتزام الحزينة تساعد على التخلص من الذقن المزدوجة كما لها أثار إيجابية على حب الشباب لا يجب القيام بيوغا الوجه في حالة مرض انقباض الفكين أو الانزلاق الغضروفي أو أي مشكل آخر متعلق بمفاصل الرقبة والوجه لفعالية أكبر يجب ممارسة يوغا الوجه المضاد للتجعيد بانتظام المثالي هو القيام بالتمرين كل يوم حيث أن 5 إلى 10 دقائق كافية لتحفيز إنتاج الكلاجان وشد الوجه بشكل دائم بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عاما يمكن لجلسة أو جلستين أسبوعيا أن تمنع ظهور التجعيد اشتركوا في القناة الزنجبيل له خواص مطاهرة ومقشرة للبشرة ومضادة للتجعيد تجعل منه منتج تجميل بانتياز الزنجبيل غني بمضادات الأكسادة التي تحمي خلايا البشرة من الأضرار التي تسببها الشوارد الحرة والتي تتلف الخلايا مسببة ظهور أعراض الشيخخة المبكرة كالتجعيد والبقع بالإضافة إلى أنه يحفز الدورة الدموية لتغذية البشرة بعمق وإعطائها مظهرا مشدودا ومرنا للاستفادة من ذلك حذر قناع الزنجبيل الطبيعي سنع منزلي بخلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من العسل وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اغسله بالماء البارد الزنجبيل ينقل البشرة بعمق يفتح المسام ويمنحك بشرة نظرة وله القدرة على إزالة كل الجلد الميت ويمنح بشرتك تأثيرا ناعما وسلسا للبشرة الدهنية يقلل من الدهون الزائدة ويقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب للاستفادة من تأثيرات الزنجبيل المقشرة حذر هذا المقشر الطبيعي اخلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من زيت اللوس أو زيت السمسم وملعقة كبيرة من العسل ضعيه على وجهك وقوم بحركات ضائرية على البشرة ثم اغسله بالماء الوقاية خير من العلاج وترطيب البشرة هو اهم معاملين للوقاية من التجعيد تحتاج البشرة الى الترطيب الكافي كل يوم ولاجل ذلك هناك طريقتين رئيسيتين الترطيب الداخلي عن طريق شرب الماء طوال اليوم لان الماء ضروري لصحة جيدة يتكون جسم الانسان من 60% ماء حيث يلعب هذا الاخير ادوارا مختلفة لجسمنا كترطيب البشرة والحفاظ على درجة حرارة الجسم مفيد للدورة الدموية الجيدة تزويد الخلايا بالاكسجين والتخلص من النفايات في الجسم كل يوم من اجل اداء وظائف الجسم يتخلص من حوالي 2.5 لتر من الماء لذلك من المهم تعويض هذه الخسائر بتناول الماء يوميا تساهم الاغذية يوميا كالخضر والفواكه ومنتجات الالبان واللحوم والاسماك في تزويد الجسم بالماء لكن من الضروري استكماله بشرب ما يقرب من 6 الى 9 اكواب من الماء يوميا اي ما يعادل لتر او لتر ونصف من الماء يوميا الترطيب الخارجي عن طريق استخدام علاجات العناية المناسبة لكل بشرة حسب نوعها جافة دهنية او مختلطة ليلا ونهارا من اجل توفير الترطيب اللازم للبشرة وتقوية الحاجز الهيدروليبيدي لمنع تبخر الماء الغير محسوس حيث ان البشرة تفقد يوميا وطبيعيا ما يقارب 500 مليلتر من الماء دون ان نشعر اولا تقوية طبقة الحماية طبقة الهيدروليبيديا وحماية البشرة من الاحتداءات الخارجية البشرة الجافة او التي لا تحصل على الترطيب الكافي تفقد جزءا من الطبقة الواقية الطبقة الهيدروليبيديا لذلك تصبح اكثر عرضة للاحتداءات الخارجية كالشمس والبرد والميكروبات ثانيا حماية البشرة من تجاعيد الجفاف وتأخير ظهور شيخوخة البشرة مع التقدم في العمر يتناقص حمض الهيالورونيك الذي يحتفظ بالماء في الجلد ما يعرض البشرة للجفاف حيث تفقد مرونتها وتصبح اكثر عرضة للتراهولات والتجاعيد لا شيء اكثر فعالية من الزيوت النباتية للعناية بالبشرة الجافة الزيوت النباتية غنية بالاحماض الدهنية غير المشبعة حيث تقوي حاجز الجلد الهيدروليبيدي وتحد من تبخر الماء من خلال تشكل طبقة واقية كل الزيوت النباتية مفيدة للبشرة الجافة خاصة زيت الزيتون غني بفيتامين ا فيتامين دي فيتامين ا ودهون سكولان يشكل طبقة عازلة تمنع فقدان الماء غير المحسوس بالاضافة الى خصائصه المضادة للاكسادة زيت الارغان مثالي لتغذية وحماية واصلاح خلايا الجلد غني بمضادة الزيت المفضل لمحاربة شيخوخة الجلد وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد زيت جوز الهند جيد التحمل حتى للبشرة الحساسة وهو العنصر النشيط المفضل لترطيب الوجه والجسم والشفاء والشعر زيت الجوجوبة يغذي ويناعم البشرة التي تفتقر الى الترطيب يتميز بقوامه الجاف الذي لن يترك طبقة دهنية وبالتالي يمكن استخدامه من قبل جميع انواع البشرة حتى التي تعاني من شوائب اخرى زيت الخروة هو زيت نباتي مرطب وشفاء ومنقي يعمل على ترطيب البشرة بعمق مع تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد كما يستعمل ايضا لازالة مساحيق التجميل ولتغذية وتكثيف الرموش والشعر العنصر النشيط الذي يجب استهدافه لترطيب البشرة هو حمض الهيالورونيك الذي يحتبر مكون فعال يحتفظ بالماء في الجلد وهو مضاد لشيخوخة البشرة لذلك يجب التركيز على العلاجات الغنية بحمض الهيالورونيك صابون فائق الدهون هو صابون يتم اثراؤه بعوامل غذائية فائقة الدهون مثل زيت اللوز وزبدة الشيا مما يسمح له بتنظيف البشرة دون تجفيفها وهو مثال للبشرة الحساسة والجافة وبشرة الرضع لترطيب مثالي وفعال للبشرة يجب اتباع الخطوات التالية يجب القيام بتقشير خفيف ولطيف للبشرة مرة او مرتين في الاسبوع حسب جفاف البشرة التقشير يخلصها من الشوائب والخلايا الميتة لتصبح اكثر استعدادا لتلقي الرعاية اللازمة يجب تنظيف البشرة جيدا وتجفيفها بلطف باستخدام صابون فائق الدهون للبشرة الجافة القيام بصونة للواجه للبشرة الاكثر جافة لفتح المسام والسماح للترطيب بتغلغل بكل سهولة ترطيب البشرة بعمق بزيوت النباتية او باستخدام سيروم مرتب للوجه صباحا ومساء مع اقران هذا الترطيب العميق باستخدام كريم مرتب حيث تعمل تركيبته الغنية بالمياه والدهون على انشاء طبقة هيدروليبيديا انسدادية لمنع الجفاف فيما يتعلق بمنطقة العينين يجب الاحتماد دائما على حمض الهيالورونيك لاختيار العلاج المناسب لانها منطقة رقيقة وحساسة للبشرة الجافة يجب استخدام كريم مرتب ومغذي للبشرة المختلطة يجب اختيار كريم غير دهني للبشرة الدهنية على عكس ما يقال البشرة الدهنية تحتاج ايضا الى ترطيب يجب استعمال زيت الجوجوبة او كريم خاص بالبشرة الدهنية غير لامع ولا يسبب الرؤوس السوداء ترجمة نانسي قنقر